السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبنائي وبناتي الطلاب وطالبات الصف الثالث متوسط فكري معكم المعلمة عهود عبدالله العتيبي معلمة لغتي لبرامج ومعاهد التربية الخاصة أستكمل أنا وإياكم عنوان درسنا السابق وكان عنوانه الإملاء المنسوخ وهو الدرس التاسع من سلسلات هذا العنوان في البداية قوانين التعلم عن بعد أولاً اختيار مكان هادئ لمشاهدة الدرس ثانياً الجلوس بطريقة صحيحة أمام أجهزة التعلم ثالثاً احضار الأدوات المدرسية والكتاب وأداء المطلوب الهدف العام للدرس أن يتعرف الطالب أو الطالبة على النسخ الصحيح للنص بالتشكيل الأهداف التدريسية أولاً أن ينسخ الطالب أو الطالبة الحروف وفق مواضعها بالتنقيط والتضليل ثانياً أن يكرر الطالب أو الطالبة كتابة الحروف وفق مواضعها ثالثاً أن ينسخ الطالب أو الطالبة الكلمة المكتوبة بالتنقيط والتضليل رابعاً أن ينسخ الطالب أو الطالبة جملة بالتشكيل خامسا أن ينسخ الطالب أو الطالبة نصا قصيرا بالتشكيل في البداية أبنائي وبناتي كما تناولنا في الدروس السابقة الإملاء المنسوخ بدأناه أولا بمستوى الحروف وفق مواضعها في الكلمة ثانيا مستوى الكلمة بالتشكيل ثالثا مستوى جملة قصيرة بالتشكيل وهذا اليوم ما سنتطرق إليه رابعا مستوى نص قصير بالتشكيل في البداية أبنائي وبناتي هيا نتعلم باللعب نرتب ثم نقرأ الجملة ونكتبها أرتب الكلمات لأكون جملة هيا لنقرأ الكلمات الموجودة أمامنا المكرمة في المسجد المسجد مكة الحرام كم كلمة أمامنا؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة أمامنا خمسة كلمات هي كما سأضعها الآن في هذا اللوح مكة مكة في المسجد مكة عفوا، المكرمة هي أول كلمة المكرمة في المسجد مكة الحرام كيف نرتبها أبنائي وبناتي؟ في البداية أبدأ بالاسم أين الاسم هنا؟ ماذا نرى؟ ما هو المكتوب في الأعلى؟ المسجد الحرام هيا لنبدأ بترتيب الجمل هيا لنبدأ بترتيب الجمل بكلمة المسجد الحرام المسجد الحرام أين يقع؟ في أحسنتم في مكة مكة المكرمة هيا لنقرأ هذه الجملة المسجد الحرام في مكة المكرمة ماذا لو نسخناها كما رتبناها؟ هيا لنبدأ أبنائي وبناتي المسجد هيا لنكتبها سويا المسجد السكون المسجد 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 أيضا سكون الحرام المسجد الحرام بهذا الشكل المسجد الحرام أين يقع؟ في في كسر مكة 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 المكرمة هل نسختم هذه الجملة معي أبنائي وبناتي المكة مكة 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 هيا لنقرأ ما نسخناه المسجد الحرام في مكة المكرمة نسخنا جملة كاملة كما رتبناها على هذا اللوح بطريقة صحيحة هل أنجزتم ما كتبته المعلمة؟ أحسنتم الجملة الثانية عبارة عن عدة كلمات وهي كما نراها على الشاشة النبوي النبوي في المسجد المدينة المنورة مرة أخرى النبوي في المسجد المدينة المنورة هيا لنرتب هذه الجملة القصيرة على لوح الترتيب أعطانا عدة كلمات وهي النبوي كأول كلمة ثاني كلمة في ثالث كلمة المسجد المسجد رابع كلمة هي المدينة 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 في المسجد المنورة المنورة هيا لنرتب هذه الكلمات لتصبح جملة صحيحة نبدأ بكلمة ماذا؟ المسجد النبوي المسجد النبوي المسجد النبوي أين يقع أبنائي وبناتي أين يقع المسجد النبوي في في المنورة أم المدينة المدينة المنورة هيا لنقرأ الجملة مرة أخرى المسجد النبوي في المدينة المنورة هل الجملة الآن صحيحة؟ نعم أحسنتم هي جملة صحيحة هيا لننسخ الآن جملة صحيحة بالتشكي هل أنتم مستعدون أبنائي وبناتي؟ هيا معا لنكتب المسجد المسجد البسكون مس جدو المسجد ميم بالفتح سين سكون المس جي دو المسجد أل أيضا سكون على الأل التعريف نا بالشدة ثم الفتح النبوي المسجد النبوي بشدة والضم بالشدة والضم الآن كتبنا أبنائي وبناتي المسجد النبوي أين يقع؟ في بالكسر في أين؟ الم دي يا المدينة نا تا مربوطة المدينة المدينة أحسنتم هل كتبتم؟ أحسنتم المدينة المنورة أل أيضا السكون على أل التعريف م نا و بالفتح والشدة أيضا منو ر والتاء المربوطة في الأخير المنورة ما هي حركة التاء المربوطة؟ منورة أحسنتم الكسر هل أنجزتم ذلك أبنائي وبناتي؟ بوركتم أنتم رائعون ننتقل الآن إلى نشاط الإغلاق في الكتاب أبنائي وبناتي صفحة 46 صفحة 46 نشاط رقم 1 نشاط رقم 1 هيا فتحوا الكتاب الآن واكتبوا بأقلامكم انسخي الكلمات التالية داخل الحدود بالتشكيل لنقرأها هل نكتبها يا أبنائي وبناتي سويا؟ نعم هيا بنا لأكتبها معكم في الكتاب صفحة 46 اشتريتوا اشتريتوا سكون اشت را ي اشتري أيضا سكون على اليا اشتريتوا اشتريتوا هل كتبتم اشتريتوا؟ نعم كتابا كتابا كي بالفتح قل ايضا فتحة على اللام قلما 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 هل انجزتم ذلك أبنائي وبناتي؟ نعم انتم رائعون في النهاية اوصيكم اوصي اولياء الامور بمراجعة ما تعلمه أبنائنا وبناتنا وتكراره لرفع مستوى مهاراتهم وتكبيت المعلومة اتمنى ابنائي وبناتي ان اكون قد وفقت في ايصال المعلومة على اكمل وجه وفقتم لكل خير